في العراق جدل داخلي بشأن دور الحشد الشعبي وفصائله المسلحة جدل يبدو أنه ينعكس داخل أروقة الحشد نفسه مع تفكيك بعض فصائله وقائع تكشف اجتداد الصراعات بين أجنحة الحشد وخصوصا على التمويل والنفوذ فهل تبلغ الخلافات مرحلة التصفية الداخلية؟ وكيف ينعكس ذلك على العراق عموما؟ نحاول أن نفهم المشهد مع ضيفنا من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور هاني عشور دكتور هاني أهلا بك معنا في غرفة الأخبار الحشد العراقي عتقل شخصيات بارزة من سرايا الخورساني حتى الساعة في تكتم كبير في الداخل العراقي هل بدأت تتكشف بعض الأسباب دكتور هاني؟ لأن بعض المصادر رجحت أنه يكون قد يتم ذلك بأوامر إيرانية شكرا لكم بداية نحن نعيش هذه الأيام ذكرى الانتصار على داعش ولكن في نفس الوقت نعيش مرحلة جديدة من نشاط داعش في عدد من المدن العراقية هذا النشاط حقيقة بدأ يتوسع وإن كان على شكل مجموعات صغيرة وهذا ما يعني أن الوضع العبن العراقي ما زال لم يأخذ قراره بشكل نهائي وما زال البلد غير مستقر هذا ما يعني أن فكرة الحشد ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة خاصة أن الحشد موجود بقانون صوت عليه البرلمان ولكن ما يحدث الآن حقيقة إضافة إلى ما ذكرتموه الآن بالأمس على سبيل المثال تم إغلاق ستة مكاتب في بغداد تابعة لفصائل الحجد الشعبي وأغلقت تماما وتم تسريح هؤلاء وإخراجهم من المقارات وتم إفراغ هذه المقارات لأي أسباب دكتر هاني حتى فقط نغوص في التفاصيل لماذا يحصل ذلك الآن أولا على قضية الخراساني وقضية السيد حامد الجزائر الذي احتقل قبل أيام في شهر أيلول الماضي صدر قرار بإقالة حامد الجزائر من موقعه في هذا الفصيل المسلح ويبدأ أنه لم يلتزم بهذا القرار لذلك تم اعتقاله المسألة الثانية هناك أزمة مالية كبيرة في العراق وموازنة الحجد الشعبي ورواتب الحجد الشعبي هي على الدولة والدولة الآن تشكو من عدم قدرتها على دفع الرواتب لذلك لا بد من عادة هيكلة وتنظيم الحجد الشعبي وفق موازنة خاصة هذا ما يعني أن هناك فصائل كثيرة لديها أسماء غير فاعلة في الحجد لم يعد لها ضرورة الجانب الآخر أن الحجد هو تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وتحركات فصائل الحجد الشعبي في جميع مدن العراق تكون من خلال غرفة العمليات المشتركة التي تحرك هذه القطعات يمينا وشمالا في المحافظة الفلانية وفي القرية الفلانية عندما يكون هناك أي مسؤول فصيل لا يلتزم بهذه القرارات فهو يعرض نفسه للمساءلة لسبب بسيط أن قانون الحجد الشعبي نعم أعذرني على المقاطعة لكن في هذا الإطار هل تعتقدون أن ما نتابع الآن هي مسألة تصفيات داخلية وهل سيتكرر الأمر مع فصائل أخرى في الداخل العراقي مثلا هل حزب الله العراقي ممكن أن يدخل في مسائل مشابهة وأكثر من حزب الله ربما فصائل أخرى تدخل في هذا الإطار أولا هذه الحشود كما نعرفها نسميها نحن في العراق الحشود الولائية وهي ولائها لفكرة ولاية الفقه في إيران أي بما معنى أن عقائديا لا ترتبط بإيدلوجية وطنية عراقية بقدر ارتباطها بتوجيهات ولاية الفقه التي تؤمن بها أصلا والتي تأتي من إيران المسألة الثانية كما قلت الأزمة الاقتصادية المسألة الثالثة أن داعش بدأ يعيد نشاطه من جديد وأزاء هذا لا بد من إعادة تنظيم ليس فقط الحجد الشعبي وإنما جميع القطاعات العراقية في أماكنها أي محاولة من أي فصيل لرفض هذه التوجيهات سيعرض هذا الفصيل للخطر حتى وإن كان يؤمن بأفكار خاصة به الآن التحركات العسكرية العراقية ومنها الحجد الشعبي دعني 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 نوضح المشهد يعني كل فصيل ليس ملتحق بشكل أساسي بالحجد الشعبي اليوم ولديه رؤى مختلفة يتم تصفيته ليس تصفيته إما أن يلتزم بقواعد الحجد الشعبي وقانون الحجد الشعبي وموازنة الحجد الشعبي التي يأخذها من الدولة العراقية ويلتزم بأوامر القائد العام وغرفة العمليات المشتركة أو يعرض نفسه للمسائلة القانونية لذلك نحن نلاحظ عملية اعتقال السيد حامد الجزائري تمت من مؤسسة أمن الحجد الشعبي أي ليس من جهة خارجية من مؤسسة أمن الحجد الشعبي المسؤولة عن أمن الحجد الشعبي وعن انضباط وعن التزام بالقرارات التي تصدرها الحكومة هل يمكن توقع التزام كل الفصائل دكتور هاني عشور يعني أعذرني على المقاطعة مرة جديدة لكن أحاول استفادة من قدر المستطاع هل متوقع الالتزام من قبل هذه الفصائل يعني إذا كانت المشكلة الأساسية مرتبطة بالتمويل وبالنفوذ هل ممكن أن تخضع هذه الفصائل بكل تأكيد تخضع هذه الفصائل وربما هناك فصائل لن تخضع وستعرض نفسها للمسائلة القانونية أمام القضاء العراقي وأمام القوانين الدستورية العراقية وأمام قرارات القائد العام للقوات المسلحة هذا ما يعني أن الحجد الشعب يبارك يعني يباركها رئيس الحكومة بكل تأكيد لسبب بسيط رئيس هيئة الحجد الشعبي السيد فالح الفياض هو عضو في مجلس الأمن الوطني وهو الذي يجمع وزير الدفاع رئيس الوزراء رئيس أركان الجيش وزير الداخلية ورئيس الهيئة الحجد الشعبي أي أن القرار العسكري الأمن العراقي يصدر من هذا المجلس فأي مخالفة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة يكون قد شارك في أصدارها شارك في أصدار قرار القائد العام رئيس هيئة الحجد الشعبي فلا يمكن أن يناقض قرارات رئيس هيئة الحجد ورئيس مجلس الوزراء القائد العام أي فصيل أو أي قوة من الحجب فإنها تعرض نفسها للمسائلة وربما للتفكك وربما لإلغاءها أو قطع رواتبها شكرا جزيلا للخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دكتور هاني عشور على المشاركة من بغداد